اشتركوا في القناة جدول خلو المسار لشهر ديسمبر هو من يوم أمس موجود في صندوق الوصف طبعا اليوم توقعاتنا زي ما حكينا اليوم الأربعاء القمر ما زال موجود الآن هو عد بث الحلقة لهو مساء يوم الثلاثاء ما زال موجود في برج الدلو وإحنا في فترة خلو المسار طبعا القمر موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الدلو لغاية ساعة منتصف الليل بتوقيت جرينيتش طبعا احنا في فترة خلو المسار خلو المسار بدأ الساعة ستة وثلاثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء ورح يستمر لغاية الساعة اتناعش وخمسة 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 عشر دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي فترة خلو المسار فترة سلبية وهي معروفة انها لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية بطيئة طبعا رح تصير برضو في ساعة مساء ليلة الثلاثاء اللي هي زاوية التقابل اللي حكينا عنها يوم أمس هي ذروتها هي زاوية التقابل السلبية ما بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعا زي ما حكينا انه هاي من الزوايا القوية وتأثيراتها قوية عطارد معروف كوكب الاتصالات والمواصلات والأمور اللي إلها علاقة بهاي الأجواء اتصالات مواصلات وسرعة البديهة والتركيز والأمور هاي والمريخ اللي إلها علاقة بالنيران وإلها علاقة بالعنف فهاي الزاوية اللي هي زاوية التقابل طبعا رح تصير دروتها يوم ثلاثين أحداش زي ما حكينا ساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش عادة هاي الزاوية اللي ما بتصير بسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد ممكن انتور بشكل مبالغ في وجه من ينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل بكشف عيوب وأخطاء هذا الشخص أما بالنسبة لها دوليا فهي بتدل على انتقادات إلها علاقة بوسائل الإعلام ولزيادة برضو وسائل الإعلام بتوجه انتقادات لزيادة نفوذ السلطات الأمنية والجيش في البلاد وقمح ورية التعبير يعني بلبلة إلها علاقة بالإعلام بلبلة إلها علاقة بالتصريحات كشف كذب بعض التقارير الإعلامية أو الصحفية التآمر على بعض الأشخاص إعلاميا وبرضو تمارس سياسة قمعية ضد الصحافة وهذا الشيء ممكن يعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف أو العدوان أو ربما السجن أو الانتقادات وبرضو بتوجه وسائل الإعلام كذلك انتقادات لردي أوضاع القطاع الصحي أو القطاع الصناعي أو القطاع الرياضي وربما شهدنا إضرابات أو احتجاجات للأطباء والممرضين أو للأيدي العامل في بعض المؤسسات وبرضو يصير في توجيه انتقادات لقطاع الرياضة أو المطالبة باهتمام بشيء العلاقة بالرياضة أو إدراج فئات شبابية للفرق أو انتقادات بعض الأندية أو مشاكل إلها علاقة بالرياضة طبعا القمر بعد منتصف الليل اللي هو الساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف ليلة 3 على الأربعاء بصير القمر موجود في برج الحوت فعشان هيك من منتصف الليل أو من الآن بدأت الناحية الروحية تلعب دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير أيضا من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيذرف الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وهاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى أو شراء الزهور أو اقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزوايا البطيئة اللي اليوم في زوايا عنا مجموعة زوايا اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تربية سلبية بين عطارد وبين نبتون طبعا هاي تأثيراتها من اليوم بتبدأ 30-11 ولغاية يوم 14 ذروتها يوم 2-12 الساعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بيكون عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات الأمل يعني بمعنى آخر حاولوا قدر الإمكان ما تعتمدوا على الحدث ولا الظن ولا حسيت ولا حدثي ولا إشارة ولا مش عارف إيش هذا كل ياته رح يكون فيه أخطاء حتى الأحلام رح يصير فيها أبغاث أحلام بشكل كبير أما دوليا فهي بدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار وأغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق أو تلعب خصوصا في قطاع البحري أو المجال الفني أو بتشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو الإشي اللي علاقة بإضطرابات في البورصة برضو إلها علاقة بالنفط أو بالغاز أو بالأمور هاي والأمور اللي إلها علاقة بردات الفعل بالاتجاه الرياضي ونزاع بين بعض الطوائف المذهبية أو الفرق الدينية يعني إلها علاقة برضو بالسوائل وإلها علاقة بالصحافة والإعلام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الزهرة وبين المريخ وهي زاوية خطيرة جدا على العاطف تحديدا وهي تأثيراتها من اليوم 3011 ولغاية يوم 2-12 ذروتها يوم 1-12 يعني مدتها مش طويلة فعشان هيك بتكون تنتبهوا خلال الثلاث أيام القادمة طبعا ذروت هاي الزاوية رح يكون يوم 1-12 الساعة 25 و 27 دقيقة صباحا بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم علاقة أو بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية يعني ممكن برضو علاقات تنتهي لأنه برضو هاي الزاوية مش سهلة بدل دوليا على ازدياد عمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضاح الجنسية والخيانات الزوجية وبرضو بعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية أو طرح منتجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين الزحل وهي تأثيراتها من اليوم 30-11 ولغاية 4-12 ذروتها يوم 2-12 الساعة 3.9 دقائق صباحا هاي زاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك إخلاص محبوبك يعني شوفوا التناقض واحدة بتفصل العلاقات واحدة بتوطد العلاقات يعني بعض الأشخاص علاقاتهم في هاي الفترة بتزيد وبتتمتن وبعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل عاطفية ممكن تنقطع العلاقات العاطفية ما بينهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهي طبعا رح تكون هاي بدأت تأثيراتها من يوم 22-11 رح تستمر لغاية يوم 4-12 ذروتها كانت يوم 28-11 هاي زاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وتسمح لنا بالتغلب على العاقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديث منفصلة إيجابية ما بين المشتري وما بين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية ما بين عطارد وما بين زحل وهاي اليوم طبعا ذروتها هي من يوم 28 بدأت ورح تستمر لغاية يوم 22-12 اليوم رح يعني تكون 30-11 هي ذروتها ساعة 4-17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور في كثير من المجالات أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة 22-36 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء ممكن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين طبعا من ساعة هاي الزاوية تأثرتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء ولكن اللي رح يصير انه في ساعات عند غروب الشمس تبدأ زوايا القمر اللي هي زوايا التربيع مع الكواكب اللي موجودة بالقوس يعني مع الشمس بدأت اللي هي هاي أو الزاوية اللي بصير القمر فيها نصف بدر وأيضا في زوايا رح تتشكل تربيع مع الزهرة مع عطارد هذولا رح يكون يعني ذروتهم في يوم الخميس ولكن تأثيراتهم بتبدأ من ساعات المغرب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا عندنا من الآن لغاية منتصف الليل بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من بعد منتصف الليل بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو هرمون الأندروفين وهو هرمون مسكن للألام بصير فيه بعض الخلل فعشان هيك الأشخاص بشعروا بالألم أكثر من المعتاد في هاي الفترة وهرمون الميتالونين وهو هرمون المساعد على النوم عشان هيك بصير فيه أرق في هاي الفترة أو صعوبة في النوم أو كوابيس في هاي الفترة بالنسبة لهذا اليوم طبعا اللي هو الأربعاء من بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأربعاء يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل ولكن هذا اليوم طبعا أنه فيه شويتك تحفظات اللي هي الألام والأمور هاي ممكن شوي العمليات لها آلامها يعني شوي يحتاجوا الأشخاص لمسكنات مناسب هذا اليوم أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي لأنه القمر نصف بدر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة اثنين اثناش بيبدأ في تمام الساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة اربع واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الربع الاول اللي هو نصف البدر عمره سبع ايام في تمام الساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة صباحا بصير عمره ثمان ايام نسبة الاضاءة بتصير خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم واحد وعشرين اقناش طبعا اليوم هي الان سعيدة بنسبة ستين في المية عند ساعة منتصف الليل اللي هي ليل الثلاثاء على الاربعاء بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية يعني طيلة يوم الاربعاء هو سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الدلوب بدي ينتقل للحوت زي ما حكينا وراح يضل في الحوت لغاية يوم اثنين اثناش هو الان سعيد بنسبة خمسطعش في المية ساعات مغرب يوم الاربعاء بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات المساء المتأخرة بيصير منتحس بنسبة 90% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 سعيد الآن بنسبة 15% ولكن في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت لغاية يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-23 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم أهم شيء تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتخلدوا للراحة طبعا القمر لأنه موجود في بيت المتاعب فتعتبر هذه الفترة أنت فيها أضعف يعني أضعف طاقة وأيضا يعتبر هذا اليوم بأقل أيام الشهر حظ فعشان هيك ما تراهن على الحظوظ أبدا ما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب أهم شيء أنك تتوقع أن يكون في نوع من أنواع الفوضى أو تأخير أو خسارة أو أشخاص بوعدوك بشيء فعرف أنهم ما رح يقفوه برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون من بعض الأصدقاء للكم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو مساعدة شخص أنت بتعرفه اليوم رح تنشطوا برضو بالمناسبات الاجتماعية ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة لبعض المعارف في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزة بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وبتكثر عندكم المسؤوليات وممكن تشعروا ببعض الاضطراب اليوم ممكن تعيشوا فترة تعتبر فترة امتحان أو ضغط في حياتكم اليومية فما تكون مهمل الأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية ودعملها إليك بشكل كبير على المستوى العمل والعلاقة مع المسؤولين برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا هذا يوم مناسب للاتصالات والرحلات والسفريات والعلاقات مع الأشخاص اللي خارج البلاد أو الأجانب ويوم مناسب لأي شيء يعتبر خارج البلاد وبتنجحوا زي ما حكينا بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم الشيء أنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مصلطة عليك فعشان هيك بدك تكون جاهز لتحمل المسؤولية وتعتبر هذه فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر فبتكوا تحاضروا أي إهمال لأي نقاط إدارية أو قانونية وأنت اليوم بحاجة إلى استشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم الشيء أنك ما تتذمر على مسمع من أحد وحاول أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب لاتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ويعني القمر موجود مقابلك فأكيد الفترة هاي بدو كون فيها بعض الصعوبة لأن طاقتك بتكون ضعيفة فممكن تتعرض لمواجهة قانونية أو عاطفية فبحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذر من المشاكل على أنواعها وتعتبر هاي الفترة يعني صعبة شوي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فبتكوا تحاولوا أنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يعتبر هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت وراعي بروفك الصحية وأطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة وتعتبر هاي فترة مهمة جدا أهمش أنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بتجتازوا اليوم بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو ترفيه أو هواي معينة أو تقرب من الأبناء أو الأحباب بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكؤ أحاول أنك تحضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إجابات أو إشارات مهمة فبدك اليوم يعني تستغله لأنه في كثير من الدعم لا إلك برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم إش أنك تلطفوا من الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات بترتفع النسب الحضوض بشكل جيد خلال هذا اليوم ولكن التركيز كله رح يضل على الوضع العائلي فممكن تظهر إما اهتمامات عائلية أو أعطال منزلية أو حتى يعني أشياء لها علاقة بالمشتريات أهم إش أنك تبعد عن المشاكل العائلية قدر الإمكان برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجحوا في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب يعني الأجواء جيدة فلازم تتحرك اليوم للاستفادة من كل إيجابيات هذا النهار برج الدلو طبعا اليوم بتحصلوا على أمور إلها علاقة بالوضع المالي وهذا الوضع المالي ممكن يجي من خلال عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن هذا المبلغ أو هذا الدعم ممكن يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة فابدك تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما ابتستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك وممكن تظهر هاي الفترة بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود اللي كان ضاغط عليكم خلال الأيام الماضية اليوم الأجواء بتتحسن وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن تتعزز معنوياتك من جديد وتتحمس للمبادرة ولدخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار يعني حاول أنك أنت يعني ممكن يكون في ورشة عمل أو أشياء لها علاقة بالإيجابيات أو الأخبار اللي أنت بتنتظرها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا 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 اشتركوا في القناة